بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا رسول الله ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامج مقام إبراهيم عليه السلام أمس كان حديثنا عن رسالة وقهناها لإخواننا اللهم أعطاهم الله جل وعلا مالا صحة لكنهم لم يزوروا بيت الله جل وعلا حتى الآن أسأل الله أن يرقق قلوبهم وأن يجعلنا وإياهم من زوار بيت الله الحرام اليوم حديث آخر ورسالة أخرى لكن لصنف جديد لنوع آخر وناس يترددون في كل عام إلى بلد الله الحرام وإلى بيت الله الحرام في كل عام ربما تكون هذه العمر لهم العشرين التلاتين الأربعين وقد يكون الحج والحج العشرين وزيادة هذا كله وارد لا ينفك أن يكونوا في بيت الله جل وعلا زوارا حجاجا معتمرين هذه رسالة لهم هذه رسالة لمن أكثر من الحج والعمرة هؤلاء الذين ضعوا عنهم فقه الأولويات وفقه الموازنات الإمام العز بن عبد السلام رحمة الله عليه يتحدث إلى هؤلاء ويقول بأن الأولويات الموازنات أمر مركوز في فطر الناس قضية تقديم الأصلح على الصالح ودفع المفسدة الأقل بالمفسدة الكبرى بالمفسدة الأقل هذا أمر مركوز في الفطر يعرفه الناس كل الناس حتى الأطفال الصغار لو أنك أعطيت طفلا أو يعني وازنت بينه تعطيهم ريال ولا عشر ريال دولار ولا عشر دولار جنيه ولا عشر جنيه أيما كانت هذه العملة هو يميل وللأكثر دائما وأبدا لا يميل إلى الأقل حتى على صغر سنه دلو إرش وجنيه ولو إن الإرش بباشته لازمة جنيه ولا عشرة؟ يقول لك لا إلى عشرة عشرة ولا عشرين يبقى لعشرين هو دائما يسع إلى الأصلح والحج ينبغي أن يكون من هذا المضمار أن يسعى الإنسان جاهدا إلى ما يسمى بفقه الأولويات فقه الموازنات إذا كان الإنسان قد حج مرة وأكلمه الله جل وعلا وأسقط الفريضة عنه ما الذي يجعله يكرر ويكرر ويكرر؟ وهناك من الأعمال الصالحة التي ثوابها أفضل من حجة النافلة بكثير جدا للغاية ليس هناك من الأيتامي من الأرامل من الفقراء من المساكين من الشهداء وأبناء الشهداء من يستحق هذا المال أليس هناك من إخواننا وأخواتنا وأبائنا وأبنائنا في إفريقيا وغيرها من دول العالم من يتعرضون لهجمات التنصير هنا وهناك؟ أليس هناك بعض القنوات الفضائية التي تبث علما نافعا لكنها تعجز عن استمرار لأنها لا تجد ممولا ولا داعما لماذا يكثر الناس من هذا الحج من حج الفريضة أو من حج النافلة أو من عمرة النافلة؟ نقول لهم أخطأتم لأكثر من سبب أما السبب الأول فهناك زحام يزداد يوما بعد يوم وعاما بعد عام في بلد الله الحرام وفي بيت الله الحرام فلو أن الناس الذين حجوا مرة ومرتين وثلاث وأربع وأكثر وأكثر ولو أن الذين اعتمروا مرة واثنتين وثلاث وأربع اعتمروا ووقفوا عند هذا الحج وتركوا الباب مفتوحا لإخوانهم الذين ما اعتمروا قبل ذلك ولا حجوا قبل ذلك لكان أولى بهم والله جل وعلا علمنا هذا على رساء النبيه صلى الله عليه وسلم حين قال الراحمون يرحمهم الرحمن حين قال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء هذا الزحام لو أن الإنسان تراجع بهذه النية لأعطاه الله جل وعلا ما أعطاه من الثواب الأمر الثاني أننا نقدم في هذه الحالة يعني عملا مرجوحا على عمل راجح وعملا حسن لكن هناك عمل أحسن فنقدم المهمة على الأهم ونقدم الحسن على الأحسن ونقدم المرجوح ونقدم المرجوح على الراجح ونقدم مثل هذه الأشياء لكن الأفضل لو أننا أنفقنا هذه الأموال على فقير على مسكين على يتيم كما ذكرت الإمام الغزالي رحمة الله عليه يتحدث عن هذه النوعية ويقول أن هؤلاء شغلوا أنفسهم بما ليس من شأنهم هؤلاء كرجل لدغته حية فانشغل بإعداد الدواء عن الحية التي تلدغه والتي في داخل ثيابه بشر الحافي رحمة الله عليه يتحدث عن هذه النوعية التي تكثر من الصيام والقيام وقد أعطاها الله جل وعلا أعطاها من المال فيقول هذا الصنف من الناس الذي يصوم كثيرا والذي يقوم كثيرا لكنه وينفق حتى المال على الحج والعمرة ويطرق الفقراء والمساكين والمحتاجين بشر الحافي رحمة الله عليه عندما أخبر عن رجل يكثر من الصيام والقيام وهو غني قال مسكين هذا مسكين أدخل نفسه في حال غيره حال هذا ليس صيام ولا قيام لكنه إطعام الطعام للفقراء والمساكين بشر الحافي رحمة الله عليه كان في حجة في طريقه ومعه زاده ومعه طعامه وماتت يعني كان معهم بعض الأشياء التي يأكلونها مات حيوان فأمر خادمه أن يلقيه على مزبلة في قرعة الطريق وكان بشر رحمة الله عليه في المؤخرة فوجد طفلة صغيرة تخرج من بيت ثم تأخذ هذه الميتة وتدخل بها سريعا إلى بيتها فتعجب من حالها ثم طرق عليها الباب قال ما شأنك قالت له لا شأن لك بنا قال أخبريني فقد رأيتك تأخذي هذه الدجاج الميتة قالت له أباح الله جل وعلا لنا الميتة قال لها كيف قالت كان لنا أب وكان له مال فاعتدى عليه الظالمون فأخذ ماله ثم قتل أو مات فرجع بشر الحافي رحمة الله عليه إلى غلامه وقال كم معنا من النفقة قال معنا كذا وكذا قال له احبس ما يكفينا للعودة ثم أخذ المال الباقي وأعطاه لهذه الفتاة والرجل هنا ينظر إلى فقه الموازنات وإلى فقه الأولويات أدرك أن حجتها وهذه هناك ما هو أولى منها هناك ما هو أفضل منها هناك ما هو أفضل ثوابا وأعلى أجرا وأعلى منزلة الأمر يحتاج إلى تفصيل نكمله إن شاء الله جل وعلا بعد الفاصل بسم الله الرحمن الرحيم ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة التي نوجه فيها رسالة إلى الذين يفيدون إلى الله جل وعلا في كل عام كما ذكرنا كنت أقرأ فوجدت نصا عجيبا لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وكأنه ينظر إلى ما نحن فيه الآن ماذا يقول ابن مسعود يقول رضي الله عنه وأرضاه في آخر الزمان يكثر الحاج بلا سبب نس حتحق كتير وبلا سبب السبب كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يهون عليهم السفر ويبسط لهم الرزق ويرجعون محرومين مسلوبين أليس ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يتحدث عن هؤلاء الذين يحجون للمرة العاشرة والخمستاشر أليس ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يتحدث عن هؤلاء الذين يعتمرون في العام مرة واثنين وثلاثة وأربعة يا أيها الإخوة الكرام ينبغي أن ننظر إلى كل عمل لندرك قيمته ندرك وزنه سعره كل عمل له قيمة وله وزن العمل المتعدي غير العمل اللازم يعني إيه عمل متعدي وإيه عمل لازم العمل اللازم ده يعود نفعليك أنت وبس العمل ده عمل قاصر بتصلي لنفسك بتصوم لنفسك بتحج لنفسك لكن هذاك عمل متعدي الخير فيه ليس لك وفقط وإنما لك ولغيرك من الناس وفي الغالب الأعظم الأعمال المتعدية ثوابها أفضل لأنك تستفيد وتفيد غيرك ولذاك عبد الله بن مبارك رحمة الله عليه كان في معركة من المعارك وأراد أن يعلم الفضيل بن عياد رضي الله عنه وأرضاه درسا عمليا وكان سيدنا الفضيل بن عياد يتعبد في الحرمين الشريفين وعبد الله بن مبارك غير هذا في ساحات الوغى في ميادين القتال والجهاد فأرسل إليه رسالة عظيمة قال له فيها يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب من كان يخضب وجهه بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الكريهة تتعب فرق بن واحد قاعد من حرم لحرم ومسجد لمسجد وعمر وعمر لحق وحق وبين رجل يجاهد في سبيل الله جل وعلا وبين رجل يقفل بأمواله يتامى وفقراء ومساكين ولذلك بشر رحمة الله عليه لما جاءه رجل يودعه يقوله سلام عليكم أنا رايحة حق هل من شيء يا أبا علي قال كم أعدت قال أعدت كذا وكذا قال أرأيت يعني لو أن الله جل وعلا أعطاك ما تريد من الثواب أنت في مكانك هذا تفعل أنت عايز إيه بالضبط شوق أم تبتغي مرضات الله جل وعلا ألو أبتغي مرضات الله قال أرأيت لو أن الله جل وعلا أعطاك من الأجل أنت في مكانك تفعل قال له نعم قال خذ هذه الأموال التي أعدتها أنفقها على عشرة أنفس على فقير على مسكين على مديون على مهموم على على وأخذ يعدد له ثم قال وإلا فأخبرني ما بداخلك قال إنه الشوق يا أبا علي قال إن النفس أو إن الناس يجمعون المال من حله وحرامه ثم يذهبون بعد ذلك إلى مثل هذه الأشياء ويأبى الله إلا أن يتقبل من عباده المتقين فرق كبير بين عمل يعود نفعه عليك وبين عمل آخر يعود نفعه على الأمة لذلك أعيد ما ذكرته قبل ذلك نحن بحاجة كل عمل تعرف إمتوا إيه بالضبط وزنوا إيه بالضبط سعروا إيه بالضبط قبل ما تروحوا لعمرة في شباب لم يتزوج بعد هناك شباب يبحث عن زوجة صالحة هناك فتيات ربما يعني بالعمية كده يعني تتفاشك للزواجة بتاعتهم عارفين ليه؟ لأن أباها لا يستطيع أن يتم جهازها لأن أباها ربما مات وترك أما تجري على هؤلاء الأيتام فمثل هؤلاء أولى بهذا المال هناك طلبة علم لا يجدون يعني قيمة هذه الكتب التي يدرسون فيها هناك كثيرون كثيرون يبحثون عن مثل هذا المال ثم بعد ذلك تجد بعض الناس يذهبون مثل حق واثنين وثلاثة وعشر وعشرين طبعا هذا الكلام قد يقول البعض أنت تأتي به ربما من تلقاء نفسك أو من عندياتك أقول له لا والله ما ليس من عندي لكن هذا هو كلام الله جل وعلا هذه هي شريعة الإسلام وهذا ما قاله العلماء من قبل وأنا ذكرت كلام بيشل وذكرت كلام الإمام الغزالي رحمة الله عليه فالعصر الحديث شيخ القرضاوي حفظه الله تعالى تحدث عن مثل هذه الأشياء وله كتاب رائع اسم فقه الأولويات تحدث فيه عن مثل هذه الأمور وأيضا اللجنة الدائمة لإفتاء في المملكة العربية السعودية تسأل ذات مرة عن الذين يكررون الحج هل هذا أفضل أم مشاريع خيرية للمجاهدين فأفتت اللجنة الدائمة وراجعوا فتواهم أو فتويهم لتروا أنهم قالوا بل هذا المال الذي ينفق على أعمال الخير أو مشاريع الخير للمجاهدين أولى من حجة النافلة وبالتالي أقول أيها الإخوة الكرام ينبغي أن نراجع أنفسنا مراجعة دقيقة المال اللي بتنفقه شوف الأيتام شوف الفقراء شوف المساكين شوف المشاريع التي عاجز عنها الناس ما زلت أكرر وأقول هناك قنوات نحن بحاجة إلى قنوات إسلامية تدعم الفكرة الإسلامية تدعم المشروع الإسلامي تدعم النظر الإسلامية هناك مشاريع بهذه الصورة تحتاج إلى من يدعم تحتاج إلى من يقوي هؤلاء الناس تحتاج إلى من يقف خلف ظهورهم نحن بحاجة إلى من يدعم هؤلاء هناك شباب طموح لديه أفكار ولديه مشاريع لكنه لا يجد من يدعم وبالتالي أقول لابد أن تنفق هذه الأموال لكن أيضا ينبغي أن يركز على أقطة مهمة أن الرجل الذي أعطاه الله جل وعلا ما أعطاه من المال وينفق سيقول أنا أنفق في أبواب الخير وأكفر اليتام وأعني أراعي أبناء الشهداء وما تركت بابا من أبواب الخير إلا وفعلت يا سيدي جزاك الله خيرا لكن أيضا أصيق وأقول لك لا تترك بيت الله جل وعلا على الأقل في كل خمسة أعوام مرة وقد جاء في بعض الأثار القدسية أن الله جل وعلا قال إن عبدا صححت له بدنه ووسعت له في رزقه لا يفد إلي كل خمسة أعوام لا محروم أو كما جاء في الحديث إذن أيضا لا نريد أن نغلق الباب ولا نريد أن يكون الباب مفتوحا نحن أمة وسط وبالتالي يبغي أن نراعي إلا حق ليس ليس شرطا كل عام يعد سانة واثنين وثلاثة وأربعة ماتيج الخمسة يذهب ويتحرك ويكون له دور في مثل هذه الأمور لو أننا صنعنا ذلك أيها الإخوة الأحباب وراعينا ما يسمى بفقه الأولويات وفقه الموازنات هذا خير وخير عميم وفضل كبير ونفختك في هذه الأبواب سيعود أجرها عليك في الدنيا وثوابها عند الله جل وعلا يوم القيامة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وصل لهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وإلى الملتقى في حلقة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه ديار حباها الله منزلة يهفو إليها إلى أفرائها البشر هذه ديار حباها الله منزلة يهفو إليها إلى أفرائها البشر قدني إلى البيت تسعى في جوانبي نسائم بأمان الله تنتشر